لا يبدو الوضع في المناطق الأوكرانية الأربع التي أعلنت موسكو ضمها في سبتمبر سهلاً لحسب ما جاء في تصريحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا أجهزة الأمن الفيدرالية إلى تشديد المراقبة على الحدود ومكافحة التهديدات الجديدة من الخارج وممن يصفهم بخوانة الوطن الوضع في جمهوريتين دونيس ويلوغانس الشعبيتين وفي منطقة خيرسون وزابوريجيا صعب للغاية المواطنون الروس الذين يعيشون هناك يعلقون الأمل عليك وعلى حمايتك لهم ومن واجبك أن تفعل كل ما هو ضروري لضمان سلامتهم واحترام حقوقهم وحريتهم قدر الإمكان من جانبنا سنواصل تعزيز القوات الجديدة بالأليات العسكرية والأسلحة والأفراد ذوي الخبرة تصريحات أعقبت زيارة نأدرة لبوتين إلى العاصمة البلاروسية منسك أثارت تكهنات كثيرة بشأن أهدافها وفي ظهور مشترك بعد اجتماعهم أشار بوتين إلى أن اللقاء ناقش بالتفصيل قضايا تشكيل فضاء دفاع مشترك وتطبيق عقيدة عسكرية مشتركة ويثير التقارب الأمني والعسكري القوي بين البلدين مخاوف في بلاروس من سيطرة موسكو على البلد غير أن بوتين قال إنه لا مصلحة لروسيا في ابتلاع بلاروس وأكد أن البلدين حالفان تربطهما شراكة استراتيجية في غضون ذلك تسعى أوكرانيا للحصول على مزيد من الأسلحة لمواجهة المسيرات التي تستخدمها موسكو لاستهداف نقاط حيوية فيما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الدفاعات الجوية أسقطت ثلاثين مسيرة إيرانية في مناطق مختلفة من البلاد في يوم واحد لحسن الحظ لم تصل معظم مسيرات شاهد الإيرانية إلى أهدافها فقد أسقطت ثلاثون منها وهي نتيجة جيدة أشكر جميع مقاتلاتنا المضادة للطائرات والطيارين على هذه النتيجة وعلى حماية السماء الأوكرانية ولسيما ألوية كييف المضادة للطائرات التي أظهرت أكبر دقة وفي السجال الدائر بشأن المسيرات اتهمت واشنطن الأمينة العام للأمم المتحدة بالاستسلام للتهديدات الروسية وعدم إرسال مسؤولين إلى أوكرانيا للتحقيق بشأن المسيرات التي تستخدمها روسيا وتقول واشنطن وحلفاؤها إنها مسيرات إيرانية فيما تقول موسكو إنه لا يوجد تفويض لمسؤول الأمم المتحدة للسفر إلى كييف للتحقيق في مصدر هذه المسيرات سناء المهداوي تيراتي عربي